موسيقى أستتم بالخير أوقات المشاهدين الكرام من غرفة الأخبار أحييكم ونقرأ لحضراتكم نشرة هذا المساء أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك همية تعزيز الشراكة بين الحكومة والبنك المركزي اليمني والتجار للمساهمة في إقرار آلية لأسعار السلع وإيصال الغذاء لكل المواطنين بمختلف أرجاء محافظات الجمهورية دون استثناء جاء ذلك خلال ترأسه في العاصمة الموقعة عدن لقاء ضم محافظ البنك المركزي حافظ معياد ونائبه شاكيب حبيشي ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي وعذو اللجنة الاقتصادية أحمد أحمد غالب ووكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي وقيادة الغرفة التجارية الصناعية وعدد من رجال المال والأعمال والمستثمرين ونوها رئيس الوزراء دكتور معين بالأهمية التي تشكلها عوامل الوديع الصعودية بقيمة مليوني دولار والإرادات في تأسيس مركز مالي قوي يساهم في تأمين الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية الملقاة على عاتقها على أكمل وجه وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تتقبل بصدر الرحب مقترحات الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الأساسية المفتوحة عبر البنك المركزي اليمني وتقدر الضغوطات التي تواجه التجار والظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد وهما يتطلب تكاتف جهود الجميع لمواجهة كافة الصعوبات والتغلب عليها وأضاف يجب أن يعمل الجميع على إيجاد الحلول القابلة للتطبيق وخلق الظروف الملائمة للمنافسة الشريفة بين كافة التجار باعتبار المنافسة هي أساس المحافظة على الأسعار كون استقرار أسعار السلع وصرف العملات لفترة من الزمن سيكون له أثر إيجابي على تحديد واستقرار أسعار السلع الأساسية من جانبه شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة تعاون الجميع وتغليب المصلحة العامة في المرحلة القادمة مؤكداً اهتمام البنك المركزي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وذلك انطلاقاً من حرص البنك على تعافي الاقتصاد واستقرار أسعار السلع وصرف العملات باعتبار ذلك مهمة وطنية تمس الحياة المعيشية للموطنين نقش رئيسه مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن مع محافظ عمران اللواء عبد الرحمن الصعر أوضاع واحتياجات المحافظة في مختلف الجوانب الخدمية والإنسانية والأمنية والعسكرية وتطرق اللقاء إلى الصعوبات والمعويقات التي تواجه قيادة السلطة المحلية في محافظة عمران خلال قيامها بواجباتها الملقاة على عتقها في خدمة أبناء عمران من مختلف شرائح وفئات المجتمع النازحين في عدد من المحافظات جراء حرب وجراء ميليشيا الحوثي الانقلابية واشدد رئيس الوزراء على توحيد صفوف أبناء محافظة عمران لاستكمال التحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي وقيام قيادات السلطة المحلية والمكاتب الخدمية بدورها وتفعيل نشاطها وفقا للإمكانيات المتاحة من أجل خدمة المواطنين والنازحين مؤكدا إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة جل الاهتمام بمحافظة عمران اسوة بمختلف محافظات الجمهورية وذلك من خلال قيام الحكومة بواجباتها تجاه ابن عمران خصوصا فيما يتعلق بصرف مرتبات موظفية الدولة والحرص على ترتيب أوضاع النازحين وتوفير الإغاثة لهم من جانب استعرض المحافظة الصعر احتياجاتهم تطلبات محافظة عمران مثمنا اهتمام قيادة الدولة ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بأوضاع محافظة عمران وأبنائها في مختلف الجوانب والعمل على توفير احتياجاتهم اللازمة والتخفيف من معاناتهم شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج في فعالية المائدة المستديرة التي عقدها البنك الإسلامي مع محافظي البنك الإسلامي للدول الأعضاء وهدفت الفعالية التي عقدت في مدينة مراكش المغربية على همش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي الاربع والاربعين تحت شعار مطلب التحول حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير إلى تبادل التجارب الناجحة والبحث عن السبل الملائمة لدعم البنك للدول الأعضاء طالب الوزير العوج في الفعالية بدعم اليمن في هذه الظروف الراهنة التي تمر بها إثر الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الانقلابية وما تسببت به من أوضاع مأساوية وأكد العوج أن الحكومة الشرعية تبدل جهود مكثفة للتغلب على التحديات الاقتصادية والإنسانية واستعادة الخدمات والتعافي الاقتصادي وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دعمه الكامل لليمن في برنامج الإعمار والتعافي الاقتصادي مبديا موافقة البنك على توسيع جوانب الدعم لليمن في مشاريع البنية التحتية وتطوير القدرات المؤسسية وتنمية الموارد البشرية التقى وزير الإعلام معمر الإرياني عد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادية الألماني والمتحدث باسم مجموعة الشؤون الخارجية للحزب الاشتراكي الديموقراطي نيلز شميت وخلال اللقاء كدى وزير الإعلام تقدير الشرعية الدستورية لبلادنا برئاسة فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية لموقف جمهورية ألبانيا الاتحادية الداعم لبلادنا وحكومته الشرعية مشيرا إلى أن العلاقة اليمانية لألمانية شكلت خلال عقود من الزمن نموذجا لعلاقات الصداقة والتعاون المشترك من جنب أكد المسؤول الألماني موقف بلاده الدعم للشرعية الدستورية في بلادنا معبرا عن آمله في التوصل إلى سلام شامل ودائم ينهي معاناة الشعب اليمني حضر اللقاء سفيرا لليمن لدى جمهورية ألمانية لتحاضي الدكتور يحيى الشعيبي ميدانيا وبمسلد الطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن خاضت قوات ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني مع نخضار يمع مليشيات الحوثي في جبهة مريس بمحافظة الظالع تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح على وتنعى تدمير عتادهم العسكري حيث شنت قوات الحزام الأمني وألوية العمالقة والمقاومة عملية عسكرية استطاعت من خلالها إسقاط جبل حصن شداد الإستراتيجي والجبال المجاورة له الشمال مريس بمحافظة الظالع بعد تمهيد مدفعي كثيف من قوات المدفعية وقالت المصادر الميدانية أن أكثر من ثمان حوثي لقوا مصرعهم في المواجهات التي شهدتها جبهة مريس وتمكنت مدفعية الجيش من تدمير عدد كبير من عتاد المليشيات الحوثي حيث تم تدمير ثلاثة أطقم عسكريات تحمل أفراد وتعزيزات للمليشيات وتدمير وإعطاب دبابة وعربة بي أم بي كما استادفت المدفعية مخزن للذخائر والأسلحة وإحراقه بشكل كامل اندلعت مواجهة عنيفة وقصف متبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش الوطني من جهة مليشيات الحوثي من جهة أخرى في جبهة العود غرب مديرية قعطب الشمال محافظة الظالع وفادت المصادر العسكرية أن المواجهة العنيفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة في محيط جبل العود إثر محاولة لمليشيات الحوثي تحقيق أي تقدم لها وعشرت المصادر أن قوات الجيش الوطني عززت مواقعها بوحدات من الحزام الأمني والشرطة العسكرية في محافظة الظالع وتتصدى ببسالة لهجوم الإشياء الحوثي وللأسبوع الثالث تشهد جبهة محافظة الظالع مواجهة عنيفة وقصف متبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثية التي كانت قد استعادت السيطرة على مواقع بمديرية دمت قتل قيادي حوثي بارز جراء غارة نفذها طيران التحالف العربي على مواقع المليشيات المؤلية لإيران في محافظة الصعدة وفادت المصادر الميدانية بمقتل أحد العناصر القيادية البارزة للمليشيات الحوثية الإيرانية في جنوب مديرية كتاف بغارة جوية للتحالف دعم الشرعية في اليمن وإلى جانبه عدد من العناصر الانقلابية كما استهدفت مقاتلات التحالف مجددا عددا من العربات العسكرية للمليشيات الانقلابية وعددها أربع مركبات تم دميرها بالكامل جنوب مركز مديرية كتاف بمحافظة الصعدة ومصرع عددا من العناصر الإرهابية كانوا في منطقة الاستهداف تحوظ قوات الجيش الوطني في جبهة نهم شرق العاصمة الصنعى اشتباكات عنيفة بكافة الأسلحة بالتزامن مع قصف جوي لطائرات التحالف على مواقع تعزيزات المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير تباب الغنيمي المدوار البياض القرن ودعه في ميسرة جبهة نهم فيما يواصل الجيش الوطني تقدمه باتجاه مواقع الصافح القريب من المسورة حيث استادفت طيران التحالف العربي مواقع خنادق المليشيات الحوثية في جبهة نهم حيث تم القضاء على عدد من المجامع الحوثية المسلحة ويعطاب عدد من العربات والأليات العسكرية وتدمير عدد من الخنادق والمتارس أصيب خمس مدنيين مدنيين بقصف لمليشي الحوثي استادف حي سكنيشة ملغر مدينة تعز وقالت المصادر المحلية أن قذيفة مدفعية أطلقتها مليشي الحوثي الانقلابية المتمركزة في شارع الخمسين تعز سقطت على حي مدينة النور بما أسفرت عن إصابة امرأتين وثلاثة أطفال وأضافت المصادر أن أغلب الجرحاء إصابتهم خطرة تم إسعافهم إلى المستشفيات في مدينة تعز وبحسب المصادر فإن القصف تسبب بأضرار العديد من السيارات وبعض منازل المدنيين وتواصل مليشي الحوثي قصفها للأحياء السكنية بمدينة تعز متسببة في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وسط صمت مطبق من النظمات الدولية والمحلية انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن مسام خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس المنصرم 1229 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت في عدد من المحافظات وضح المركز في بيان نشرت وكالة الأنباء السعودية أن المشروع تمكن من انتزاع 28 لغما مضادا للأفراد و738 لغما مضادا للدبابات و448 ذخيرة غير متفجرة و15 عبو ناسفة ليبلغ ما تم نزعه خلال شهر مارس 6647 لغما وأشار إلى أن إجمال ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 52777 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاؤها بأشكال وألوان وطرق مختلفة رح ضحية وعدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بترا للأعضاء أبطلت الفرق الهندسية التابعة لألوية العمال قاع بغوات ناسفة متعددة الأشكال ومختلفة الأحجام كانت قد زرعتها ميليشيا الحوثي الإجرامية في الطريق العام المؤدية إلى منطقة الجبرية التابعة لمدرية التحيط جنوب محافظة الحديدة وتمكنت الفرق الهندسية من إبطال مفعول العبوات الناسفة عن طريق تفكيكها تمهيدا لنقلها ثم تفجيرها في مناطق بعيدة على غرار الدفعة السابقة وذلك حرصا منها لعدم سقوط ضحايا وتهدد العبوات المزروعة حياة المواطنين والرعاة والمزارع والمزارعين والمارين في تلك الطريق وتستغل ميليشيا الحوثي الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية وتقوم بعمليات تسل الليلية للقيام بزرع العبوات الناسفة والألغام عن طريق عناصرها الإرهابية المكلفة بذلك لقيا نحو ثلاثين حوثي مصرعهم بانفجار صاروخ باليستي في صنعاء وقالت المصادر الإعلامية أن نحو ثلاثين عنصرا من ميليشيات الحوثي قتلوا بانفجار صاروخ باليستي في عملية إطلاق فاشلة من منصة في منطقة حزيز جنوب صنعاء وأكدت المصادر أن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوان وقالت أن هذه ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تخفيها الميليشيات في المناطق الجنوبية لمدينة صنعاء أقدمت عناصر من ميليشيا الحوثي على نهب وتفجير منزلين في عزلة الهادلة مدرية عتما غرب محافظة ذمار وقال مصدر محالي أن العشرات من عناصر الميليشيات انتشروا في المنطقة وشنوا حملات مداهمات للمنازل واختطافات طالت عددا من المواطنين وجهت هذه الحملة على خلفية مقتل أحد المسلحين الحوثيين وإصابة آخر في خلاف بينهم وبين قبيلين من أبناء المنطقة قبليين من أبناء المنطقة من عطمى كان هذا هو آخر خبر لنشرة هذا المساعد شكرا لكم طيب الإصغاء المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة